خلينا نروح لأخبارنا هنبتدي طبعا بكرة اليد اللي فرضت نفسها على الساحة الفترة اللي جاي وسامة الجزيرة لعب النادي الأهل المحترف التونسي تم استدعاؤه على رأس قائمة منتخب تونس طب استدعاؤه ليه؟ الكابتن سامي السعيدي المدير الفني استدعاه طبعا عشان يروح يخش معسكر مغلق في تونس من 1 ل 6 مارس عشان يروحوا التصفيات أو ملحق التصفيات لطبعا بطولة أولمبياد توكيو 2020 اللي هتقام طبعا في اليابان طيب المبرادة تقام فينا؟ تقام في مدينة مومبيليه في فرنسا من فترة من 12 ل 14 طيب منتخب تونس استعداده ليه؟ طبعا معسكر مغلق من 1 ل 6 مارس وبعا كده هيسافر فرنسا يوم 8 عشان ينضملوا لعبته أو اللعيبة التونسيين في فرنسا عشان ياخدوا المنافسات دي وهم الحقيقة وقعوا في المجموعة الأولى معهم فرنسا كرواتيا البرتغال مجموعة صعبة أكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخب تونس أنه يتقاهل وينجح لتقاهل طبعا بطولة أولمبية ودورة أولمبية في توكيو خلينا أقول لكم أنه برضو كمان كان اسكندر زايد ويوسف معرف لعيبة النادي الأهل السنة اللي فاتت برضو نضمه لهذا المعسكر الحقيقة فريق تونس فريق كويس يمكن ساعات بيصطفوا سوق الحظ ولكن نتمنى إن شاء الله أنه يتقاهل من المجموعة الصعبة اللي هو وقع فيها لأنه الحقيقة مجموعة تقيلة يعني فرنسا وكرواتيا مش هيهزروا ولكن إن شاء الله منتخب تونس نتمنى له كل التوفيق ويتقاهل لتوكيو إن شاء الله عشان يلحق مع منتخب مصر أو يلحق بمنتخب مصر هناك بإذن الله